طيب خلينا نذهب إلى ستوديو أون سبورت ومعنا كابتن أحمد شوير مساء الخير يا كابتن أنا سعيدة جدا أن إحنا يعني مع بعض وأنا عارفة أن أنت جنبي في الستوديو اللي جنبي فأنا مبسوط أوي أن أنا بحبيت أسلم عليك في أول يوم أستاذتنا الجميلة لمشي الحديدي نورت الدنيا نورتي أون كالعادة يعني طلتك جميلة على الشاشة الناس بتستناها من زمان وأعتقد يعني مقدرش أقول إضافة يعني أنت يعني أي مكان مكسب وشيء جميل جدا وكنا مستنين هذه العودة من فترة طويلة جدا حمد الله على السلامة نورت الدنيا كلها ويا رب إن شاء الله كالعادة لميس الحديد كيات العلع وتنور وتتعلق يعني يا كابتن أنت وحشتني شخصيا وأنا بحب أتفرج عليك أنت عارف سلامت وأنت صديق يعني من زمان الماتش عمل إيه النهاردة ماتش الأهلي والمقاولين أولا أنا اللي بعتزب صداقتك جدا وبمهنيتك الشديدة وأنت عارفة ده كمان إعجاب متبادل على المستوى المهني يعني أتمنى لك يا رب كنت وفي الأهلي النهاردة أقدم عرض هايل الأهلي النهاردة غير الصورة تماما فازع المخلول العرب بهدف من ضربة جزاء لعمر السلية في الدياربعين من أحداث اللقاء لكن كانت المفاجأة أنه مدرب بعد 24 ساعة فقط لا غير بيغير من طريقة اللعب بيغير من أسلوب اللعب بيغير من الستايل بتاع النادي الأهلي اللعب النهاردة معظمهم في حالة فنية وبدنية ومعنوية عالية جدا الكل عازز بتوجوده سريعا جدا بتظهر بصمات الراجل بتظهر طريقة لعبه وأعتقد سريعا جدا بيكسب صخة جمهور النادي الأهلي خاصة أنه بلعب مع رابع الدور العامل مقاولين عرب مقاولين فريق تئيل فريق لا يستهم بيه عامل موسم رائع حقا نتائج رائعة في الدور الثاني كسبان زمالك لس كسبان ماتش اللي فات ستة صفر عامل يعني شو أكتر من رائع نفسه وكمان بتدي ثقة لمجلس الإدارة في اختياره بإذن الله موسيماني انت رأيك فيه طبعا على طول انت عارف فيه جدل وازع وحنجيب حد من سانداونز ومن أفريقيا عمرنا ما جبنا حد من أفريقيا دايما بنجيب أوروبي برتغالي وتفر يعني دي أول مرة يلجأ النادي الأهلي لمدرب أفريقي ماذا يعني ذلك وتوقعاتك هي أول مرة يلجأ النادي الأهلي لكن مش نادي مصري مصر المقصة كان تعاقد قبل كده مع مانويل أمونيك النجم الشهير ونادي الإسماعيلي كان تعاقد مع مدرب جزائري وغيرهم من المدربين لكن نادي الأهلي بقيمته وكيانه وقدروا لأنه رئيس الجمهورية هناك في جنوب أفريقيا بيهنئ المدرب الصفحات والإعلام هناك عامل احتفالات أنه مدرب من جنوب أفريقيا بيدرب نادي بقيمة النادي الأهلي ده بيفسر أو بيقوي كلمة معنى القوى الناعمة الرياضة وقد إيه النادي الأهلي هو عامل مؤثر جدا في القوى الناعمة المسلمان الحقيقة مدرب من زمان مدرب معروف أنه مدرب كويس أنه مدرب ممتاز أنه مدرب عنده فكر وعنده رأي ومسر أنه كان حلم بالنسبة له أنه يدرب النادي الأهلي منذ زمان واشتغل لديه من زمان وبيتحقق هذا الحلم وبالتالي هو واضح أنه محضر لهذا الحلم لكن طبعا مش هنقدر نحكم عليه بعد مباراة ولا اثنين ولا تلاتة قد تكون مباراة سيمي فاينال أمام الوداد هي البداية للحكم على مسيماني لكن زي ما بقولك لميس أنه كانت غريبة جدا بعد 24 ساعة وأنا تعمدت مبارح روح أتفرج على التمرين بالكامل عشان أعرف الراجل اللي بيعمل إيه رغم أنه مش حافظ أسماء اللعيبة اللي عمله في التمرين مبارح بالضبط هو اللي عمله النهاردة في الملعب دليل أن الراجل جاي برؤية محددة ورؤية واضحة أتصور إذا اللعيبة استجابت معاه وإذا هو كان عنده إن شاء الله الوقت أنه يعني ينفس فكره هيكون مكسب للنادي الآلي ومكسب للكرة المصرية ما بقاش عايب بقى أن أنت تروحي في أفريقيا ولا تروحي في أوروبا ولا تروحي في أمريكا اللاتينية أي مدرسة المهم أنها تكون مدرسة مكتهدة ومدرسة كويسة عايزة أسألك بدون بقى انحياز كده وأنا هنا بسأل المحلل مش الأب أحمد شبير عن مصطفى شبير طبعا بشكرك على السؤال ده مصطفى شبير ده قلبي أيوة بقى نحقي قلبك جانبا أقولك كنت مبسوط قوي على ميس وابيلعب كنت فرحان قوي مكان أنا بحبه مكان عشت فيه معظم سنين عمري فلما تلاقي ابنك مكانك حاجة بتبقى مفرحاني مطيراني من الفرحة يعني فكت طير من الفرحة لكن المفاجأة الحقيقة أن الولد رغم أنه بقى له سبع شهور مفيش مباراودية مفيش تأسيمة مفيش أي حاجة ظهر بمظهر فيه سبات بشكل كويس الحمد لله والشكر لله تعامل بشكل كويس أسنع عليه معظم الناس مصطفى مشروع حارس جيد ما نقدرش نحكم عليه من مباراة لكن إن شاء الله لما هياخد فرص أكتر حيبان بشكل أفضل كرة في ملعابه دلوقتي بقى حارس مرمى النادي الأهلي الناس حباه والناس مسنداه وبالتالي أنا شايف أنه إن شاء الله مشروع حارس جيد إذا حافظ على تمرينه إذا حافظ على نفسه هذا الشبل من ذاك الأسد بقى الله يخليك لكن أكيد أنت لا هو أحسن هو أحسن يا لميس لأنه هو الظروف اللي توفرت له من صغره إنه في النادي الأهلي من سن خمس سنين إنه عنده جم إنه عنده مدرب لياقة إنه عنده العوامل المساعدة إنه عنده مدربين خاصين بيشتغل معاهم كل ده إحنا كنا بنعملها بالفطرة كده لكن هو بيعملها بالموهبة وبالدراسة وبالتمرين فهو ظروفه أحسن وهو بيشتغل وبالنصايح طبعا وهو بيشتغل على ده الحمد لله بقوة لميس والله بس في ضغط طبعا للسوشيال ميديا وانتقاداتك العادة بتحصنوا بقى ضد الضغط ده هو زي أبو تلاقيش عليه خالص يعني في النقطة دي متودك كويس ومتربي كويس هو عنده دوء لأنه ثقافته عالية جدا قارئ جيد هو كمان لغاته كمان كويسة قوي طريقة تعامله مع زملاته يعني مش عايزة أقولك أنه بدون ذكرى أسماء بس حراس مرمى الفرق المنافسة كان أول ناس بيسندوه ومحمد الشناوي شريف إكرامي علي لطفي زملائه والناس القدامى وناس كتيرة جدا بالتأكيد السوشيال ميديا بقى موجود وأحيانا حاجة جميلة وأحيانا حاجة فيها بعض السلبيات لكنه هو عارف يتعامل مع ده بشكل جيد عشان مع التلاقش يا كابتن أنا بس عايزة أنقلك تحيات كابتن طه اسمعيل كابتن محمد زدان كابتن عماد متعب كلهم بيسلموا عليكي وبيبركولك 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 بالتوفي وبيبركولك نورتي الشاشة هم معاك في الستوديو ولا إيه؟ نعم نورنا نورين الدنيا كلها طب ممكن ها إحنا مش شايفينهم أرجوك سلم لي عليهم وقولهم إن أنا ده إحنا كده كام أهلاوي قاعد في المكان يعني كده كتير اللي أنا ضمنه الكابتن طه والكابتن عماد وأنا وأنا في آخر وأنت طبعا طبعا أنا بتكلم على اللي هنا يعني وأنا طرع أكد لك إن زدان حيبقى معنا إن شاء الله طب ده كل ده الطعب كله أهلاوي بقى كده مش كهيوة كده مظبوط القعدة كده مظبوط طيب هل أخطأ كابتن حسام البدري فيما قاله عن مصطفى محمد خالص قال إيه حسام البدري الرجل قال لازم يشتغل ولازم يشد حيله ولازم يكتهد شوية أبس يعني مصطفى محمد يعني أنا أهلوية بس بقول يعني أقر بالحقيقة مصطفى محمد مهاجم جيد جدا من أفضل مهاجمين في مصر دلوقتي وهو أشاد بمروان وكوكا المؤتدين يعني وناس مصطفى محمد خارس بالعكس أنا سؤالي يا جماعة الناس ما فسرتش السؤال هو مصطفى موجود في المنتخب موجود في المنتخب قال يشتغل على نفسه شوية يطور من نفسه شوية أنا مش مبسوط أنه مش موجود في الماتشين اللي فاتوا عايز يكون موجود وأكد أنه أحد العناصر اللي موجودة في المنتخب الوطني وعايز الولد يشتغل أكتر وده طبيعي أتكلم كده على رمضان أتكلم كده على كوكا أتكلم كده على معظم اللاعبين وحسن بدري في الكواليس وأنا بكلمه قال لي بالمفروض هو المهاجم الأساسي معاكي على هوا مصطفى محمد هو مهاجم مصر الأول حاليا طبعا وولد بسم الله ما شاء الله في كل المخاومات احنا بنتمنى له يبقى أفضل لأن احنا دخلين على تحديات وده اللي حسام البدري نفسه فيه بإذن الله خالص لم يخطق مصطفى بالعكس كلمات واضح إنه للتحفيز وإنه بقى موجود في الملعب وإنه يسجل أهداف باستمرار هو قال لنا نفسه يبقى أهداف دوري عام نفسه كل مباراية طلع جايب جون لأنه الولد عنده مواصفات بس لازم يحافظ عليها ولازم يزودها عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة شايف إنه هو ياخد عقوبة إيقاف تمن مباريات ولا ياخد إيه أنا ما شوفش اللوايح هي اللي تشوف إحنا عندنا لوايح اللوايح هي اللي بتحكم إذا كانت أربع مدشاط يعني شايفه اعتدى على الحكم لا هو ما اعتداش لكنه سلوكه كان سيء يعني عشان نقوله اعتدى بالضربة أو هذا الأمر لم يحدث لكن أنه يشد السماعة من ودنه هذا أمر غير مقبول على الإطلاق وما ينفعش التطاول بالألفاظ هذا أمر غير مقبول وما ينفعش وبالتالي فيه تقرير مالحكم وعايز أقول لحضراريك بس أنه فيه لجنة انضبط محترمة جدا جدا في التعادة الكرة برئيسة المستشار سيد بنداري وتأكد إنها ستكون حيادية في العقوبة فرجاني من اللعب الهيلين اللجوم مصر اللي احنا مواجبين بيهم جدا لكن في نفس الوقت كمان أرجو أنه لا يتخطى الحدود ولا يخرج عن النص على الإطلاق ونترك الأمر في العقوبة للوايح أشكرك شكرا جزيلا شكرك ومنورة ربنا يخليك وسلمني على شيخ طاو على طبعا عماد وكل كابتن زيدان وكابتن زيدان طبعا وبحي أهلوية يعني احنا كده ايه وانا وانت وهو ماشي بعد الأهلوية بعد الأهلوية في القعدة لسه لو قلتلك بقى المصورين وكده هتبقى مشكلة بلاش 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 وما ما اتعدوش احنا لا نحصة الحمد لله بشكرك يا كابتن بشكرك شكرا جزيلا